الاعلام الخاص بنادي الزمالك ينتقد جدا جدا وبقوة امام عشور حنشوف الكابتن طارق يحيى قال ايه على امام عشور كان هجوم قاسي جدا وانتقاط قاسي جدا كابتن طارق قال عاملين زيطة ليه على امام عشور الزمالك هو اللي عمله هو الاهلي وقف عليه مثلا مايروح الاهلي او يروح الاسماعيلي نوط يعني على رجله نبسها علشان نقعده ولحنا بنعبد الاسنام ده الكلام ده في صحيفة الوطن وموقع الوطن ولحنا بنعبد الاسنام وخلاص مع طارق حامد قد مليون الف مرة ومشي ومع ذلك الزمالك واصل حصد البطولات كانت مفاجأة في تصرحات الكابتن طارق يحيى واللي قدت احساس للناس ان فعلا هناك شيء في الكواليس خلينا نقول امام عشور بلعب في نادي ميتلند الدنماركي هل دي طموحات امام عشور طبعا لا يعني لعيب بموهبة امام عشور وبقدرات امام عشور هل هيكتافي بالاحتراف في النادي الدنماركي طبعا لا هل النادي الدنماركي محطة اه محطة لحاجتين اما الاستمرار الاوروبي فلازم يكون في الليفل اعلى يروح فرنسا يروح ايطاليا يروح اسبانيا يروح المانيا مثلا يعني دي الروحون جلترا دي الاندية او الدوريات اللي ممكن يحلم بيها امام عشور طب افرض امام عشور مراحش ولا مكان من دول هل هيستمر سنة جديدة في الدنمارك صعب جدا طب هل الاهلي عنده استعداد يدفع فلوس للنادي الدنماركي على الاقل هو الاهلي الزمالك واخد ما يقرب من 3 مليون دولار في صفقة انتقال امام عشور يمكن اقل شوية صغيريا اتنين تمنمية اتنين تعمية وخمسين زمت قال يعني لكن لم يعلن بشكل رسم يعني الرقم النهائي بس قول تقريبا 3 مليون دولار لو النادي ميتلند الدنماركي هيسيبه للنادي الاهلي مثلا مش اقل من 3 ونص مليون دولار هل الاهلي عنده استعداد يدفع في امام عشور 3 ونص مليون دولار طبعا طب مليار في المية طبعا وحط تحت طبعا دي مليار خط الاهلي لو خد امام عشور هياخده بيع وشيره طب ليه الاهلي طبعا ندفع هذا المبلغ امام عشور لعيب صغير ما جابش لسه 26 سنة امام عشور احد اللاعبين اللاعب اللي ليه مستقبل كبير في الكرة المصرية لعيب في متخب مصر ما كانش اساسي فهو دائم الوجود كبديل او كاساسي لعيب جوكر ممكن يلعب خط نص مدافع ممكن يلعب طرف يمين ممكن يلعب على فكرة وينجليفت ممكن يلعب باك رايد زي ما حصل في كاس الامل الافريقية في الفاينال قدام السينغال ممكن يلعب كمان رقم 8 في نص الملعب لعيب بيوجيد الاداء الهجومي لعيب بيشوت عالجول لعيب بيرقص لعيب ديليبرار جدا بشكل رائع جدا ودريبلينج عالكورة غير طبيعي لعيب عنده اليقى بدانية عالية جدا لعيب عنده قوة جسدية لعيب عنده مهارة التسديد بشكل واضح جدا لعيب بيباصي لعيب بيمرر لعيب في كل الصفات اللي تصلح انه هو يقود خط نص النادي الاهلي طب ليه بنقول كده لان النادي الاهلي بيجدد خط النص بتاعه طب خط النص الاهلي متكون من مين متكون من ثلاثة عمر السلية سنه بيكبر عندك أليو ديانج بيقترب بقوة من الاحتراف عندك حمدي فتح التالت وعندك كمان راجع كريم ندفد من فيوتشر وعندك محمد فخري وعندك كوكا طب هل إمام عشور لو تواجد في النادي الاهلي لو مشي أليو ديانج وتواجد إمام عشور هل هيبقى أساسي في النادي الاهلي مع مروان عطية طبعا ومع قندوسي طبعا في ظل وجود عمر السلية يلعب طبعا لأنه حتى إمام عشور في وجود عمر السلية في النادي الاهلي بيلعب منتخب مصر وحاليا عمر السلية ما بيلعبش منتخب مصر إمام عشور حتى في المنتخب بيلعب على مروان عطية في منتخب مصر وبالتالي هو العيد مفيد جدا 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 للنادي الاهلي طب إحنا ليه بنقول كل الكلام ده الأحداث بتقول كده فقلنا قررنا إن إحنا نخوط في هذه الأحداث ونطرح هذا الكلام ونصبت كل الناس إمام عشور صفقة منتظرة للنادي الاهلي تصريحات اللعب اعتذارات اللعب خصوصا ان الاهلي كان في صدام قريب مع امام عشور نفسه خلينا نوريكم بيان من البيانات اللي عملها النادي الاهلي واللي قبل كده اشتاكى من خلالها امام عشور للتحاد الكورة اللي هو بسبب كده وفاكرين طبعا المبرار اللي كانت بين الاهلي والزمالك والاحتكاك اللي حصل بينه بين وليد سلمان وقبل كده غنى ضد النادي الاهلي وتوقف ثمان ما تشات فاكرين كل الكلام ده طبعا هوريكوا دلوقتي ايه هو البيان اللي الاهلي عاملوا قبل كده نزله على صفحته الرسمية وتكلم فيها فيه على امام عشور الاهلي يشكو امام عشور الى اتحاد الكرة واللاجرة الانضباط رسميا ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين تقدم النادي الاهلي صباح اليوم طبعا الكلام ده من سنتين بشك ورسمية الى الاتحاد المصري وكرة القدم واخرى ممثلة الى اللاجرة الانضباط والاخلاق ضد امام عشور لعب الزمالك وبعض من زملاء ومن فريق الشباب بناديهم بعد التجاوزات غير اللائقة والخارجة عن كل قواعد الاخلاق التي ارتكبها المشارع اليهم عقب مباراة الاهلي والزمالك في دور الشباب التي اقيمت امس بملاعب الاهلي بمدينة نصر طلب الاهلي في شكوى ضد لعب الزمالك وزملائه بتطبيق اللواح ونصوص القانون التي جاءت في هذا الشق حرصا على الاجواء التنفسية والعلاقة بين جامهر الناديين خاصة ان امام عشور اعتدت تجاوز بحق الاخرين وفي وقائع عديدة ولم ترضعه العقوبات السابقة السابقة اللي هي ايه وقت احتكاكه مع وليد سليمان لو تفتكروا في كاس السوبر بين الاهلي والزمالك كان ليه صوالات وجوالات ضد النادي الاهلي علشان كده امام عشور كان حريص انه هو فورا يعتزر بوضوح وفي التلفزيون وبوضوح وما يعتزر امام عشور في الايام دي بالذات للكابتن محمود الخطيب ليه معاني كتير جدا نظرا للصدمات الاخيرة والقوية اللي بين ادارتين الناديين علشان كده طرحنا السؤال هل امام عشور مفيد للنادي الاهلي؟